في صباح يوم الرابع من ديسمبر ظهرت فرقة بيتيس في عرض لوس أنجلوس آي هارت ريديو بعد أن ظهرت لمرة واحدة فقط في هذا العرض في عام 2019 وقد جذب تواجد بيتيس على السجادة الحمراء انتباها قويا بعد سلسلة من الأنشطة المميزة في الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية ولكن للأسف الشديد ثور المرسل الأمريكي قالت بيتيس تبدو أكثر على عكس الواقع ليس ذلك فحسب على وجه الخصوص طلب ذلك المرسل أن تقفز بيتيس في الهواء على الرغم من عدم طرح هذا الطلب على أي من مشاهيره الغربي وقد تلقى على الفور هذا الطلب رفضا من جان كوك في إخبار أخرى حفل جوائز الموسيقى الأسيوية ماما 2021 على وشك أن يبدأ فهذا هو حفل توزيع جوائز نهاية العام الأكثر انتظارا ومع ذلك لا يبدو أن بلاك بينك أشهر فرقة فتيات في عالم الكيبوب تهتم كثيرا بحضور حفل ماما ففي الرابع من ديسمبر لعام 2019 أقامت فرقة بلاك بينك حفلة موسيقية خاصة بهم في نفس اليوم والبلد التي كان بها حدث ماما 2019 على الرغم من أن حفلة ماما لعام 2019 جمع العديد من مجموعات الكيبوب المشهورة مثل بيتيس وتوايس وأتزي وغيرهم في اليابان وفي نفس هذه الليلة أقامت فرقة بلاك بينك حفلتهم الموسيقية في توكيو دوم في اليابان وقد شعر المستخدمي الانترنت بالخوف الشديد الآن من عدم بايع تذاكر حفلات بلاك بينك إذا تصدف الأمر مرة أخرى وعلى عكس هذه المخاوف نجحت بلاك بينك في ملء توكيو دوم أكبر مكان للحفلات الموسيقية في اليابان بالجماهير وقبل إقامة هذا الحفل أكدت وكالة تواجي أن بلاك بينك قد باعت جميع التذاكر في توكيو دومة التي تتسع لما يصل إلى 55 ألف مقعد وبغض النظر عن حفل ماما تمكنت بلاك بينك من إثبات شعبيتها المذهلة وقوة القاعدة الجماريهية للفرقة في اليابان في إخبار أخرى يوم الرابع من ديسمبر أعلنت وكالة تواجي رسميا أن ليسا قد تم إطلاق صراحها من الحجر الصحي بعد أن تعافت من فيروس كورونا بأمر من سلطات الصحة الحكومية وقد قامت ليسا بالأمس بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة والرائعة على الإنستجرام الخاص بها فهذه الصور كانت أول مشاركة لها بعد عشرة أيام من التوقف والآن عادت الملكة مرة أخرى وفي الثالث من ديسمبر أصدرت سلن فيلم قصيرا لأول مرة لمجموعة صيف 2022 بدلا من المسيرة التقليدية للعارضات على مدرق سلن تم إقامة العرض في أجزاء مختلفة من مدينة نيس في أخبار أخرى تبقى الآن إسبوعين فقط على عرض دراما سنود روبا المنتظرة للغاية لذلك الآن هذا هو الوقت الذي تستعد فيه جي تي بي سي وأعضاء فريق التمثيل للترويج للاستعداد للخطوة النهائية وهي بس الدراما ففي كوريا تم إقامة سلسلة جميلة للغاية من إعلانات الدراما في محطة متر الأنفاء لكن كان هناك حادث غير متوقع في كوريا حيث قدم بعض مستخدمي الإنترنت شكوة مدنية لإزالة ملصقات الدراما فالعديد من الكوريون يتعارضون مع بس هذه الدراما بسبب الجدل حول قضية التشويه التاريخي ولكن في يوم الرابع من ديسمبر أعلنت الحكومة رسميا الرد على هذا الموقف حيث أقر أن هذه الأعلانات لا تحتوي على أي معلومات يمكن أن تعتبر تحريفا للتاريخ وبالتالي لن تقبل الحكومة هذه الشكاوى وتقوم بمنع عرض أعلانات دراما سنوى دروبا القادمة إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالأعجاب والاشتراك أيضا في القناة وشكرا لك إلى اللقاء اشتركوا في القناة